الملابس الموجودة الآن في سوق العراق أغلبها صناعة تركية صينية وأسعارها مناسبة أما بالنسبة للملابس القديمة البالة اللنغة هذه تجينا عن طريق المساعدات الدول الأوروبية وأغلبها ملابس بها هواي شغلات بها أمراض بها وصاخة بها كذا ومو صالحة للمجتمع مجتمع إحنا بالعكس إحنا مجتمع غني وشعب غني ووطني كل الثروات المفروض المواطن العراقي ما يلتج إلى هاي البالة القديمة أو الملابس القديمة تجينا مساعدات عن طريق الكنائس الأوروبية وهنا الملابس كلها رخيصة وهال الثانية جديدة ماركة حلوة يعني مو بالة عتيقة بالة بيها جدة غراض كلها جديدة وحلوة ومرتبة يعني أكثر الشباب تلبسهم للبالة بالنسبة للبالة أفضل لأن تجي بيها ماركة أصلية ملابس درجة أولة ورخيصة هناك ماركة تعبانة وغالية وهنا درجة أولة ورخيصة بلاش عزيزي هذي وضع الملابس الخليجية هاي نستورتها من الخليج هاي البالة نستورتها من الأجانب نستورتها من كل الدول بضاعة ماركة خليجية هاي ساترة على هواي عوائل عوائل ظل لا شغل لا عمل يعني سطرة حتى كسرت على السوق الجديد يعني دمرت وضعية السوق كله هنا يجي المهندس صورة عامة للدولة يجي هنا الدكتور يجي المعلم المدرس اللي داوم باقي المناطق شوية الراقية هذا نسمي لبس البالة لبس الفقير لبس الناس الماعته وضعنا وضع تعبان يعني وضع شغل ما كو هاي الهدوم نشتريه نحن من السوق دائما صير لايلون مو ماركات فاحنا نجي هنا للبالة نشتريه منعته يعني الهدوم النظيفة هدوم حلوة كلها ماركات والرخيصة الفقير يلبس منعته هاي الطبقة التعبانة كلها تلبس منعته هاي كلها من دول الخارج من أوروبية خليجية منعته لا ما بها مرات الغسل تتعقم أي مرات ما بها